حتى يتبين لهم أنه الحق من قبل أن يقضى إليك وحيه يقضى ضمن 114 سورة سبحان الله رقم هذه الآية 114 شيء عجيب كلمة بالقرآن هنا ولا تعجل بالقرآن كلمة بالقرآن على مستوى القرآن كله ترتيبها هو 41154 يساوي 114 عدد سورة القرآن مضرب 19 مضرب 19 لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي آية جمع القرآن هناك آية وحيدة في القرآن تتحدث عن جمع القرآن قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه المواصفات الرقمية لهذه الآية ما هي؟ كل آية لها أربع أرقام رقم السورة رقم الآية عدد الكلمات عدد الحروف الآية تتحدث عن جمع القرآن ضمن 114 سورة فهل يمكن أن نجد العدد 114 في أرقام هذه الآية؟ لنجمع معا الله يقول إن علينا جمعه وقرآنه رقم السورة 75 رقم الآية 17 عدد الكلمات 5 عدد الحروف 17 المجموع 114 وهو عدد سور القرآن فالحمد لله الله الرحمن الرحيم من عجائب سورة الروم في القرآن الكريم أننا إذا بحثنا في حروف هذه السورة عن حروف اسم الله ألف لام لام ها وجمعنا هذه الحروف تكرار هذه الحروف الأربعة ألف لام لام ها نجد ألف أربعمية وأربعة وأربعين حرفا هذا العدد يساوي 19 ضرب 19 ضرب أربعة الآن لو بحثنا عن حروف اسم محمد صلى الله عليه وسلم ميم حاء ميم دال نجد أنها قد تكررت في سورة الروم 722 مرة وهذا العدد يساوي 19 ضرب 19 ضرب 2 مجموع الإسمين أيها الأحبة تكرر 2166 مرة يساوي 19 ضرب 114 عدد سور القرآن لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود إلى آخر الآيات اثنان واحد له أخوان واحد له تسعة وتسعين نعجة والآخر له نعجة واحدة المجموع مئين سبحان الله هذا النص عندما قمنا بعد كلماته من عند وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض انفحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة حتى قوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مأب عدد كلمات هذا النص هو مئة كلمة بالضبط لا نملك إلا أن نقول سبحان الله الله الرحمن الرحيم الأذان له سر غريب أيها الأحبة لو دققنا في كلمات الأذان نجد أنه يبدأ بكلمة الله وينتهي بكلمة الله والكلمة الأكثر تكرارا في الأذان هي كلمة الله سبحانه وتعالى تكررت 11 مرة عدد أولي لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد لأن الله واحد ولكن السؤال كم حرفا هجائيا يوجد في الأذان في كلمات الأذان 17 حرفا ما هو سر العدد 17 إنه عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام